قدمت حكومة الشباب الموازية بالرباط مذكرة موجهة لرئيس الحكومة حثت فيها على الخصوص على تنفيذ استراتيجيات تنموية متعددة الأبعاد. وتضم هذه الوثيقة مقترحات ترتكز على سبع دعائم أساسية تتمثل في تحسين الخدمات الاجتماعية وتطوير اقتصاد المعرفة والذكاء الاصطناعي والمحافظة على التوازن البيئي وضمان التنمية المستدامة وتنمية الاقتصاد الوطني وتطوير آلية الحكامة وتقوية إعداد التراب الوطني وتعزيز التنمية المجالية وتطوير سياسات الشباب والنهوض بالتنمية السياسية والمدنية وكسب رهان العلاقات المغربية الإفريقية والدفاع عن الوحدة الترابية. حكومة شباب موازية اليوم تنظم هذه الدولة الصحفية من أجل تقديم دفتر شباب الوطن. دفتر شباب الوطن هو مذكرة تحمل بجموعة المقترحات بجموعة الأفكار لحكومة شباب موازية تفاعلا مع البرنامج الحكومي الذي قدمه السيد رئيس الحكومة في برلمان وتمت المصادقة عليه. وتعتبر حكومة الشباب الموازية مبادرة مواطنة أطلقتها جمعية مغربية غير حكومية هدفها الرئيسي المشاركة في تقييم وتتبع السياسات العمومية وبأن تكون قوة اقتراحية.